بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعد عزائي المشاهدين المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتواصل معكم في حلقة جديدة من برامجكم وتواصل وذكرنا في المرة السابقة ما يتعلق في الجوانب المهمة من صفات وخصال الزوجة المسلمة وما زلنا مع المثال الذي طرحناه وهو الصحابية الجليلة ومسليم زوج أبي طلحة وذكرنا ما وقع في حياتها الزوجية من أحداث يسترشد بها لدى الزوجات في هذا الزمان للاقتداء ولتأسيس حياة طيبة سعيدة مطمئنة مملؤة بالمودة والسكينة والرحمة بإذن الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن الزوج في المرة السابقة يحتاج إلى أن تكون الزوجة إلى جانبه فيما يتعلق بدعوته لأقاربه أو أصدقائه إلى ولمة أو ما شبه ذلك بإكرامهم فكرم الأضياف والضيوف هو مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى بلا سرف أو ما شبه ذلك وهذا ما كانت تقوم به أم سليم مع زوجها فيتضح مما حدث معها الكرم الذي تتمتع به وإعانتها لزوجها على إكرام الضيوف يتضح ذلك جليا من قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بيتها ففي صحيحين من حديث أنس ابن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم عندها شيء ميسئسير فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبزة ببعضه وعطته أنس وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذهبت به فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقال له صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقال أنس نعم قال بطعام فقال نعم فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم أي أنس حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم ما يكفيهم من الطعام الرسول لم يأتي وحيدا بل أتى معه مجموعة من الناس وليس عندنا ما نطعمهم فتأمل في عبارتها فقالت الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم فلم تؤيد كلامه بأنه بوجود عدم استطاع لطعامهم وإنما قالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه فقال صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك أيضا سبحان الله بسبب تعاملها من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى تأتيها بركة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابقا بركته لما دعا لهم في ليلتهما فولدت غلاما وبركة النبي صلى الله عليه وسلم بتحنيك ذلك الغلام وبركة النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته للغلام وإيضا الآن نشاهد بركة أخرى فيما يتعلق بالطعام من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هلم يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله سلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء من الدعاء ما شاء أن يقول ثم قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فقال إذن لعشر آخرين فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة آخرين فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن عشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا بسبب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام الذي أكلوا منه وشبعوا منه برغم أن أبو طلحة كان يقول لزوجته ليس عندنا ما نطعمه فقالت له الله ورسوله أعلم فانظر إلى ثباتها وثقتها بالله سبحانه وتعالى وبأن الله سبحانه وتعالى سيبارك في الطعام ولن يفضحها ولن يخزيها في الأضياف وهي تقول لأبي طلحة لزوجها الله ورسوله أعلم فهذا الدرس من أم سليم رضي الله تعالى عنها وهم في الحياة الزوجية أن الزوجة تكون سندة لزوجها في أظهار كرمه تقرب لله سبحانه وتعالى وتكون الأمر لله سبحانه وتعالى والكرم بقدر استطاعة الإنسان وما لديه بلا سرف ولا تبذيل ولا ما شبه ذلك إنما يتقرب به الله سبحانه وتعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتكون الزوجة مساعدة لزوجها في ذلك وإظهار كرمه وإعداد ما تستطيعه من إكرامه لإضيوفه من الأقارب والأصحاب أيضا من الأمور المهمة التي تعلق في الحياة الزوجية كذلك أن الحياة بين الزوجين لا بد أن تكون قائمة بين عبادتين جليلتين وعظمتين ألا هوهما الصبر والشكر الصبر والشكر وأن يعتصم بالله ويلزم الصبر والشكر ويكون أمرهما دائرا بين هذين إما صابرين وإما شاكرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبيننا ذلك من صفات المؤمن التي لا تكون إلا المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصبته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصبته الضراء صبر فكان خيرا له ومحل هذا الأمر وهذه العبادة من الصبر والشكر هو أن الزوج بطبيعة الحال والزوجة يتطلعان إلى الذرية الصالحة وذرية طيبة والإنجاب فإذا حرما من الإنجاب ومن الذرية ووجد العقم أو عدم الإنجاب بتقدير من الله سبحانه وتعالى فقد يبتل الله سبحانه وتعالى بعض الأزواج وبعض الناس بالعقم وقد يبتلي آخرين بإنجاب البنات وآخرين أيضا بإنجاب البنين ويزوج آخرين ذكران وإناثا كل ذلك ابتلا من الله سبحانه وتعالى وليسع المؤمن إلا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال فهو سبحانه وتعالى قد قال عن نفسه في كتابه المبين يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيما إنه عليم قدير فليس الإنجاب بإرادة بشرية ولا باجتهاد شخص ولا مهارته ولا قوته ولا ذكائه فكم من قوي لم يرزق بالذرية وكم من ذكين حرم الذرية والأولاد والذرية الصالحة من بنات وأولاد وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه لم يرزقهن الله سبحانه وتعالى الولد من الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم زوجته خديجة ومارية أما الزوجات الأخريات فلم يهبهن الله سبحانه وتعالى من نبيه وسلم ذرية وأيضا سليمان عليه السلام كما ذكرنا في حلقات السابقة مرة معنا أنه كان يقول لأطفدن ليلة على سبعين مرأة تلدوا كل مرأة منهن ولد يجهد في سبيل الله فلم تلد منهن إلا مرأة ولدت نصف إنسان لأنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا الحديث المهم بقية نكمله في المرة القادمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر